السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في قناة محصن الغزالي للسفر والتجوال وتصوير مشاريع بمدن المغرب اليوم كانت توجدوا امام محطة القطار الرباط المدينة من جهة شارع ابن ثومات ايه الوراء للمحطة القطار وقبل ما نبدأ تعليق على هذا المشروع نريد شكرا لنا سليكة تشجعنا و سليكة تدعمنا سواء من داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن و اه كان شكرهم بزاف و انا اوجه Hydro وتحيه من العاصمة الرباط كما ترون بالان انا الان انتقلنا الى الواجهة الامامية ديال المحطة القطار الرباط المدينة وهذه هي الواجهة الامامية الذي كانت من القبل كما ترون من الان احنا كانت توجدوا منool شارع امام الشارع شارع ابن ابو عينان كما ترون هذا الذي يسمي لوان فيه الترام الليمن والليمين بينا والطريقة اللي علي الصر في شارع ابو فارس الماريمي ما نراه بلينا بين البريق الشواريع الليمن والليصر وبعد هذه الشارع هذا هو شارع محمد الخاميس العام محمد الخاميس kelly mh5 ولاحاولي ان Blizzard dedicate원 على المعطة القديمة المحطة المدينة كيف تريدوء معنا الآن هذا أول مدخل لها بالنسبة لهذه المحطة القديمة للقطار وهذه الورق لها كيف تشاهدون معنا هذه التوسعة لها محطة من الجيل الجديد والتي تعرفت عدة مدن البناء لهذه المحطات من الجيل الجديد مثل المحطة التي تبنات في الرباط أقدال تابعة للقطار أيضا ومحطة القنيطرة كلها من الجيل الجديد والمواصفات العالمية كيف تشاهدون الآن هنا كانت توجدوا أمام هذه الشوارع شارع محمد الخاميس وشارع أبو عينالي اليمين ثم شارع أبو فارس المارين كيف تشاهدون الآن هذه الخطة القطار هذه المحطة القطار كيف تشاهدون محطة القطار رباط المدينة كيف تشاهدون الآن وهنا كنصور لكم هاتين حاولوا اقتربوا باش نصور لكم بشكل ديال المحطة وفي نوصلات الأشغال فيها كيف تشاهدون الآن نحن أدخلنا الشارع أحروف كنحاول نصور لكم هاد الواجهة كنحاول نصور لكم من شارع بولا يوسف الآن وكنحاول نصور لكم هاد الواجهة ديال المحطة القطار هنتم اللحظة بلحظة ويتتعرف على جميع السجدات الأشغال ديال هاد المحطة او هاد المشروع كما تتعرفوا بأن الموقع ديال هاد المحطة ديال القطار رباط المدينة جات ما بين شارع محمد الخاميس من جهة الأمامية ومن الوراء شارع محمد شارع ابن وتومرت من جهة اللي بدينا من هات الصوية كيف مستشوه معنا الأحنا باقي كنتو وزدوا على مستوى شارع مولا يوسف كنحاول نصور لكم هاد الواجهة باش تشوفوا الأشغال هذا هو شارع مولا يوسف كيف مستشوه معنا القدام دياله هو فان كان شارع محمد الخاميس من ذا الدخلة ديال المكان كما تتعرفوا بأن الشركة المكلفة للإنجاز لهذا المشروع وهي المكتوبة هنالجيت كونتراكتورز هاد الشركة المعروفة واللي كتصيب عدة مشاريع بمدينة الرباط أو بالعاصمة المغربية الرباط كما تشاهدون الان هنا ينتقلن هاد المكان كما تشاهدون هاد الساحة هادية لكن تحتها باركين تحت عرضي كما تشاهدون ديال السيارات هاد هو المدخل دياله كما تشاهدون في هاد المكان المدخل ديال باركين كما تشاهدون معنا الان هاد الشارع هاد اللي حدا غادي نحاول اقتاره لأكتر باش تشاهدون حاول تصور لكم زاوية اخرى لهاد المشروع هادا وفي الموصلات في العشار ان شاء الله تابعونا هاد الفيديو لحظة للحظة احنا بزا كنتواجدوا اماما هاد الساحة ديال باركينج وكنحاول نصور لكم الواجهة هادية المحطة ديال الترامواي الناس اللي بعد جيف الترام فالمحطة قريبة لها من محطة القيطار تتنطم المحطة وتدخل ديال الترامو تدخل ديال الترامو تدخل ديال محطة القيطار كيفما تشوفوا معنا الان الواجهة من هاد المكان كنحاول نصور لكم عدة زاوية حتى تشوفوا الاشغال في نوصلات و بطريقة واضحة كيفما تشوفوا معنا الان شوفوا الشكل تبارك الله لغزمة ديالات المحطة هاد المحطة هدي كيفما تتعرفوا الاشغال ديالها بدات في سبعة مارس الفين وستاش كيفما تشوفوا معنا الان انا كنحاول نصور لكم هاد الواجهة و في نوصل الوقت هنعطيبها بالمعلومات حول هاد المشروع الاشغال قلنا بدات فيها في سبعة مارس الفين وستاش هاي يعني التوسعة ديال هاد المحطة المهندس ديال هاد المشروع وهو عبد الواحد المنتصير اه بالنسبة الميزانية ديال هاد المشروع وهي اربعمائة وخمسين مليون ديال الدرهم قلنا هاد المحطة هادي كن فيها ثلاثة ديال ايطاج كيفما تتعرفوا هادي توفر على اه عدة مرافق كيفما تتعرفوا اه هاد الماكري كان نصور لكم هاد اول مدخل ديال باركين ديال السيارات اللي كنت لكم في تحت ارضي تحت هاد الساحة كيفما ستتعرفوا اه هادي انتحتوا على الهدف ديال هاد توفر على هاد المشروع كيفما تشوفوا الان حنا انتقلنا للشارع بغداد وكن حاول نصور لكم الواجهة هادي الواجهة هادي الشارع بغداد كيفما تتعرفوا هاد الشارع هاد الاخوان اه وهو ديال السيارات اللي كيجيب من شارع اه ابن تومرت ببنسبة لها الشارعẻ Арفoit غير تيجاه واحد يعني الكتهاب تملنا شارع بنتومرت لطولات الشارع اما بالنسبة للطرامniej كيفما تت Treasure يوج SATاجاهين اما بالنسبة للسيارة هو تعال expects ingredients كيفما تسوفهم الان وها قلنا بان ان الهدف ديال هاد المشروع كيفما تسوفو معنا الان أشعال العمال من الداخل قلنا بان الهدف ديال هاد المشروع وهو الرفع من عدد المسافرين واللي كان هو 8 مليون مسافر سنويا والهدف دياله الان وهو الرفع لعدد المسافرين الى 20 مليون مسافر سنويا كيفما تشوفوا معنا هنا لبلحاء الان اقتربنا من الواجهة الاخرى كيفما تشوفوا معنا الان الشكل ديال هاد المحطة ندب الان كانت توجدو كيفما قلنا من قبل باننا كانت توجدو امانة هاد شارع دياله شارع بغداد كيفما تشوفوا معنا قلنا بانه هاد المحطة عنده لموقع تتوجد على مستوى شارع محمد الخاميس اللي هي الباب الامامي القديم ديال المحطة وفي الجهة الاخرى الوراء ديال المحطة على مستوى شارع ابنو تومرت نقلنا بانه جهة الواجهة هادي ديال شارع ابنو تومرت هادي تفتح وحد المدخل اخر ديال المحطة يعني بعد انتهاء الاشغال حسب ما شفت في البرنامج ديال المشروع ديال هاد المحطة هنا الان كنحاول اختار من زاوية اخرى وغنحاول نصور لكم الشكل ديال المحطة هاد هما الاصوار التاريخية كيفما تشوفوا معنا الان الابواب ديال المآدي الاصوار التاريخية ديال الشارع اللي كيتوجدو على مستوى شارع ابنو تومرت انا كنحاول نصور لكم من زاوية بعيدة كيفما تشوفوا معنا الان فانتو ما تشوفوا معنا الان انتمنى تكونوا استفتوا معنا من بعض المعلومات اللي قدمناها حول هاد المشروع كيفما تشوفوا معنا هذا هو المدخل للسيارات كيفما تشوفوا معنا مدخل للسيارات ديال كيفما قلنا ايلاك تيجاي من شارع ابنو تومرت وهذا هم الاصوار ديال اللي كيتوجدو على مستوى شارع ابنو تومرت كيفما تشوفو معنا الان هذا هو شارع ابنو تومرت وفي الاخير اخوتي ما تنسوش الديو من جيم الفيديو وشي تعليق او ملاحظة والشراك في القناة وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنشر المزيد ان شاء الله شكرا لكم جيدا اشتركوا في القناة